صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشئهم عليه فخلق لهم الليلة ليسكنوا فيه من حركات التعاب ونهضات النصاب وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون ذلك جماما وقوة ولينالوا به لذتان وشهوة وخلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله وليتسببوا إلى رزقه ويسرحوا في أرضيه طلبا لما فيه ليل العاجل من دنياهم ودركوا الآجل في أخراهم بكل ذلك يصلحوا شأنهم ويبلو أخبارهم وينظروا كيفا هم في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحكامه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح ومتعتنا به من ضوء النهار وبصرتنا من مطالب الأقوات ووقيتنا فيه من طوارق الآفات أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك سماؤها وأرضها وما بثفت في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وما على في الهواء وما كنا تحت الثرى أصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك وتضمنا مشيتك ونتصرف عن أمرك ونتقلب في تدبيرك ليس لنا من الأمر إلا ما قضايت ولا من الخير إلا ما أعطايت وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيل إن أحسننا وادعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذنب اللهم صل على محمد وآله وارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة وأجزل لنا فيه من الحسنات وأخلنا فيه من السيئات واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤونتنا واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك وشاهدا صدق من ملائكتك اللهم صل على محمد وآله واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواحينا حفظا عاصما من معصيتك هاديا إلى طاعتك مستعملا لمحبتك اللهم صل على محمد وآله ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشار وشكر النعم واتباع السنان ومجانبة البداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك الله اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمنا يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ضللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهى من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد سماءك وأرضاك ومن أسكنتهما من ملائكتك وسائري خلقك في يومي هذا وساعتي هذه وليلتي هذه ومستقري هذا أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقصد عدل في الحق رؤوف بالعباد مالك الملك رحيم بالخالق وأن محمدان عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته بالنصح لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وآتهي عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك وأجزهي عنا أفضلا وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت المنان بالجسيم الغافر للعظيم وأنت أرحم من كل رحيم فصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين برحمتك يا أرحم الراحمين